السلام من الله عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعناوين من موقع عدن الغد وعدد من المواقع المحلية الوضع الأمني في عدن يزداد تدهورا وفي المشاهد نيت طلاب الضالع يتوجهون إلى مدارس مدمرة بالكامل ومن أخبارنا المتنوعة شركة بريطانية تعرض نماذج من منازل البشر على المريخ في مثل هذه الأيام احتلت ميليشيا الحوثي محافظة يب ومنذ ذلك التاريخ قبل خمسة أعوام والمحافظة تتعرض للتنكيل وتفتك بها الأوبئة وعنونا موقع الصحوة نت الأوبئة تفتك بأبناء محافظة إب ويورد الموقع قصة طفلة في التاسعة من عمرها توفيت بوباء الدفتيريا بمحافظة إب وقالت مصادر محلية وطبية أن الطفلة أمت الرحيم أحمد من أبناء قرية الحرف بعزلة بني قيس شمال شرق إب توفيت متأثرة بإصابتها بداء الدفتيريا وبحسب المصادر فقد نقلت الطفلة بعد إصابتها من قريتها إلى مستشفى ناصر الحكومي بالمدينة وسجلت أب الرقم الأعلى على مستوى الجمهورية في عدد الوفيات بهذا الداء بعد انهيار المنظومة الصحية في المحافظة الخاضعة لسلطات الإنقلابيين ويتزامن انتشار مرضى الدفتيرية مع انتشار وباء الكوليرا بعدد من المناطق بمختلف مديريات المحافظة وتسجيل حالات إصابات وعدد من الوفيات بالداء تحدث موقع المشاهد نت عن توقف ثلاثة آلاف طالب وطالبة عن التعليم في محافظة الجوف قد تحدث عنهم موقع الشهد أمس أما اليوم فقد تحدث الموقع ذاته عن محافظة أخرى وعلق ألفا طالب وطالبة لا يدرسون في الضالع وقال الموقع إن العملية التعليمية توقفت في أغلب المدارس بالمديريات التي تشهد مواجهات مسلحة في محافظة الضالع جنوب اليمن هذا العام وأكد مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة الضالع محسن الحنق أكد أن هناك 9298 طالبا وطالبة لم يلتحقوا بالدراسة في مختلف مديريات المحافظة ولكن ما هي الأسباب؟ يقول المدير محسن إن أبرزها نقص كادر التدريس وتعرض أغلب المدارس للدمار جراء الحرب وأوضح مدير التربية أن أغلب الطلاب لم يلتحقوا بالدراسة هذا العام في مديريات الأزارق وقعطبة وجبن والحشة ودمت كونها ما زالت تشهد مواجهات عسكرية وأشار الحنق إلى أن 239 مدرسة في مختلف مديريات المحافظة تعرضت للخراب والتدمير من بينها 11 مدرسة تدمرت بشكل كامل الاقتصاد والديمقراطية تحت هذا العنوان كتب باسم أطويسي مقاله المنشور في صحيفة عدن الغد لماذا بات الناس في هذا الجزء من العالم لا يتكاثرون بالانتخابات ولا يمنحون وزنا للبرلمانات الهشة والضعيفة ولا حتى للمجتمعات المدنية ومؤسساتها فيما تتراجع الثقافة العامة في الدولة والمؤسسات ونظم الثقافة والتعليم والهوية ببساطة ساذجة لأن كل هذا الحصاد لم يجب عن أسئلتهم المرتبطة بالحاجات الأساسية الاستهلاك السياسي له طبقات وله مستويات أيضا فالسياسة تحتل المجال العام للمجتمع وتشغل الناس في مجالهم الخاص اليومي وتكاد تسيطر على انشغالة الإعلام وتسرق الفنون والآداب وتوظفها فيما تغيب حاجات الناس الفعلية وأولوياتهم والتي هي صلب السياسة وبالرغم من أن مجتمعاتنا ربما تكون هي الأكثر استهلاكا للسياسة في العالم فهي عمليا الأقل ممارسة للسياسة وإنتاجا له نحتاج إعادة تعريف الإصلاح السياسي برطه بالخيارات الاقتصادية وبالطرق الأكثر كفاءة في إدارة شؤون الناس وحاجاتهم فالديمقراطية والإصلاح الذي يمكن أن يصغي إليهما الناس يبدأن في اجتاث الفساد بكل أوجهه وبكفاءة إدارة الموارد والخيارات السياسة تحتل كل شيء في أفقر مجتمعات العالم وأكثرها قدرة على المشاركة الشكلية أو التعبير السياسي السلبي يحدث كل هذا وسط أكثر نظم العالم بعدا عن السياسة وإدارة المصالح وفيما لا توجد خميرة ثقافية اجتماعية فاعلة لن يستمر الناس بأكل خبز السياسة بهذه الطريقة وهذا ما يفسر جانبا من الغربة بين السياسة الفعلية والناس وما يؤكد الحاجة إلى إعادة تعريف الإصلاح السياسي باعتباره العمق الحقيقي لأسئلة الخبز والسياسة معا لا يزال الوضع الأمني متدهورا في مدينة عدن رغم مرور أكثر من شهرين على سيطرة قوات موالية للمجلس الانتقالي على المدينة بشكل كامل ويتساءل موقع عدن الغد لماذا لا يزال الوضع الأمني متدهورا في عدن وقال الموقع ضلت مدينة عدن غارقة في الفوضى خلال أربع سنوات مضت لكن الأطراف الموالية للانتقالي كانت ترجع الأمر إلى تضارب المهام والمسؤوليات في عدن وما دفع قوات الحكومة إلى خارج المدينة وأعلنت السلطات الأمنية الموالية للانتقالي البدء بحملات أمنية بينها مكافحة حمل السلاح وإزالة عواكس السيارات وترقيم السيارات المجهولة واستمرت الحملة أسبوعا واحدا فقط لتتوقف من جديد في حين قال سكان محليون إن إطلاق النار لا يزال متواصلا في المدينة المضطربة ولقي أكثر من خمسة أشخاص مصرعهم خلال الأيام الماضية في ظروف أغلبها غامضة استمر المدافعون على الانتقال بالقول إن سيطرته على المدينة أمنيا شكلية وأن قوات الأمن التي تسيطره هي في الأساس تابعة لوزارة الداخلية ويرى المناوئون للمجلس الانتقالي أن تواصل أعمال الفوضى في عدن تأكيد واضح على زيف دعاءاته بضبط الأمور في الجنوب وتحسين أوضاع الناس ويؤكدون أن المجلس لا يملك مشروعا حقيقيا تسببت الفوضى الأمنية برحيل أموال الاستثمار منها الأمر الذي أفقد المدينة واحدة من أبرز ميزاتها وهو الحضور التجاري الكبير لها ولا يبدو طبقا للموقع عن الوضع الأمني في طريقه إلى التحسن فالكثير من القيادات الأمنية باتت مهتمة بالانشغال بنهب الأراضي واستغلال النفوذ لمصالح خاصة ويعتقد على نطاق كبير أن الوضع الأمني في عدن لن يتحسن إلا في حال توقف نشاط الميليشيات المسلحة فيها والتي تعصف بالمدينة منذ سنوات في ضل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها اليمن ويواصل الفنان عبد الباسط عبسي إثراء الساحة الفنية بأعمال غنائية جديدة بصوته وعزفه المميز الذي أطرب اليمنيين منذ عقود فخلال الأسابيع الأخيرة نشر الفنان عبد الباسط عبسي أغنيتين جديدتين الأولى محاجين العناق من كلمات عاطف المردني وثانية ضامي هواك وهي من كلمات الشاعر العماني سعيد أبو عبد الحكيم في تصريح خاص للعربي الجديد كشف عبد الباسط عبسي أن هناك أعمال جديدة أخرى سترى النور قريبا وأنه لم يتوقف عن إصدار الجديد مطلقا ويقدم عملين جديدين في السنة على الأقل بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وأضاف بأن الفن والإبداع في اليمن مستمر ومتواصل مع الناس والفنان لا يزال واقفا وبشموخ متحديا كل الظروف المحيطة ليقدم رسالته للوطن وللمجتمع فهو لم يخلق للرفاهية فقط وأوجه عبسي عبر العرب الجديد نصيحة إلى كل مبدع أن يستمر ويواصل قائلا على اليمنيين أن يعيشوا حياتهم الطبيعية كما عرفوا بزمن السلم فاليمن أرضا وشعبا سيتجاوزون هذه المحن جميعها قريبا استحالة الإمبراطوريات في زمننا تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط شكلت الحرب العالمية الأولى بمعنى ما انتصارا للدولة الأمة على الامبراطورية ثلاث امبراطوريات انهارت نتيجة لتلك الحرب وتفتتت إلى دول امبراطورية الهيبسبورغرين النمساوية الهنجارية والامبراطورية العثمانية والامبراطورية القصرية الروسية هناك إذن ما يكفي من الحجج للقول إننا نعيش في زمن الدولة الأمة هذا لا يعني أن سكان المعمورة أجمعوا كلهم على مباركة الصيغة الجديدة في منطقتنا مثلا ترافقت الدولة الأمة مع الحضور الاستعمار الغربي مما أنعش رفضها وعزز لدى بعضنا حنينا إلى ماضي مجيد كنا خلاله موحدين وأقويا النظام الناصري بوصوله إلى سوريا عام 1958 كان التعبير الأول من منصة الرسمية عن ذلك الحنين وتلك الرغبة تم تملوح بتاريخ أبعد رمزه صلاح الدين الأيوبي الحكمة كانت تقول إن الذهاب إلى الأمس ممر إجباري للوصول إلى الغد في الحالات جميعا وبعد وحدة مصر وسوريا هدد جمال عبد الناصر الوضع القائم في معظم البلدان العربية خصوصا العراق والأردن ولبنان في عام 1962 بدأ يرسل ما بلغ مجموعه 55 ألف جندي إلى اليمن دعما لعبد الله السلام وعود عبد الناصر المضخمة لم تلد إلا الهواء الساخن رفيق عبد الناصر وصديقه أنور السادات ما إن حل محله إثر وفاته عام 1970 حتى باشر الإنقلاب على سياساته كلها الداخلية والخارجية والاقتصادية سواء بسواء الجماهير الناصرية العريضة تقلصت إلى تنظيمات هامشية تحاول تخليد اسم المعلم لم يبقى من المشروع الامبراطوري إلا حطامه لماذا تستعاد هذه التجربة اليوم؟ الجواب السهل والمباشر بسبب المشروع الامبراطوري الإيراني ذلك أن طهران التي تمددت على نحو أو آخر إلى سبع بلدان عربية وأبدى بعض رسميها الرغبة الصريحة في ربط هذه البلدان بها تجافي الوجهة التاريخية الموصوفة أعلى أنها لم تتعلم شيئا من تجربة عبد الناصر شيء واحد مشترك بين تجربتين هو الذريعة فمصر الناصرية وإيران الخمينية استخدمت الإعلان عن معادات إسرائيل حجة لتبرير التمدد اليوم يستمد المشروع الامبراطوري لإيران معظم قوتهم من اضطراب كوننا ومن أن نظام الدول الأمة ومعه الدموقراطية يعاني أزمة عميقة لم يعرفها منذ تسعين عاما صعود الشعبويات القومية وتراجع الإدراك لوحدة العالم ينعيشان المشروع الامبراطوري لإيران هذا لا يعني أن الامبراطورية ستحل في آخر المطاف محل الدول القائمة هي قد تحرز انتصارا هنا وانتصارا هناك وهو ما لا يستهان بتأثيراته لكن القدرة على تفتيت الواقع الراهن شيء والقدرة على بناء واقع بديل شيء آخر في جولتنا الدولية نطالع من صحيفة الاندمندند تقريرا كتابه صحفي المعروف والمختص بشؤون الشرق الأوسط روبرت فيسيك بعنوان لا ألوم المتظاهرين اللبنانيين على إشعال بيروت فهم فقراء وغاضبون وجوعة يقول الكاتب في المنطقة التي أسكن فيها على كورنيش بيروت أغلب الشقق فارغة ويمتلكها العراقيون والسعوديون بينما في وادي البقاع يتكدس الناس في غرف ضيقة ويدلل في التقرير الذي ترجمته البي بي سي بذلك على التردي في الأوضاع الاقتصادية في لبنان مشيرا إلى أنه كان يظن أن أيام قيامه بدفع الإطارات المحترقة بقدمه من طريقه في لبنان قد ولت دون رجعة لكنه كان مخطئا فيقول في سيك أن نسبة كبيرة من الشعب اللبناني يعاني من الفقر ولا تجد ما تأكله وهؤلاء هم من يتظاهرون منذ أيام احتجاجا على أوضاعهم فالعملة المحلية تراجعت وأسعار المواد الغذائية ارتفعت كثيرا الغضب الشديد للمواطنين والذي يظهر بشكل ملموس يؤكد أنه ليس فقط اندفاعا ذا طابع فصائلي وليس بسبب مواطنين عائديين يشعرون بالجوع وهم كذلك لكنه بسبب نظام ظالم يستمر في فرض المزيد من الضرائب ويرفع الأسعار بشكل دائم وهو ما يجعل من المستحيل على المواطنين أن يعودوا بالمال إلى المنزل مهما قضوا في ساعات العمل في مثل هذا الوقت من كل عام يحتفل البهائيون في أنحاء العالم بذكرى ميلاد الباب فما هي الديانة البهائية ومنهم البهائيون موقع البي بي سي يحاول الإجابة ويقول إن البهائية إحدى ديانات العالمية ودعى لهذه الديانة الشاب إيراني يدعى علي محمد الشيرازي الذي لقب نفسه بالباب منذ عام 1844 وبشر بأن رسولا من الله سيأتي قريبا كما أكد على استمرار الرسالات الإلهية وأنه واحد من سلسلة الرسل التي تضم محمد وموسى والمسيح وفي عام 1852 قال أحد أتباع الباب والذي ولد باسم ميزرا حسين علي عام 1817 في إيران أنه شاهد في السجن رؤية أنه الرسول الذي بشر به الباب ولقب نفسه بهاء الله وأسس لهذه الديانة وتعرض للنفي عدة مرات وكتب في تلك الفترة الكتاب الأقدس أهم الكتب لدى أتباع هذه الديانة خلفه نجله عبد البهاء الذي عمل منذ وفاته أو منذ وفات والده على نشر التعاليم البهائية في أنحاء العالم وقد خلف عبد البهاء حفيده شوق أفندي الذي واصل الدعوة والتبشير بهذه الديانة وأقام وتوسع في أضرحة البهائيين الموجودة حاليا في إسرائيل وقال بهاء الله إن ديانته تقبل كل الأديان الأخرى كالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادتشية والبودية والهندوسية وأن كل هذه الأديان تمثل مرحلة من مراحل التجل الإلهي ويؤمنون بأن الله واحد وأنه خالق هذا العالم وأنه يعرف بأسماء مختلفة في مختلف الأديان وفي البهائية ثلاث صلوات كبرى وصغرى ومسطى وأي صلاة تغني على الأخرى ويبلغ عدد معتنقي الديانة البهائية حاليا نحو 6 ملايين يتوزعون في كافة أنحاء العالم عندما يصل الربيع العربي إلى لبنان تحت هذا العنوان كتب عمر كوش مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد مضيفا وصلت إذن رياح الربيع العربية التي أنتجت ثورات عديدة ولم تهدأ مفاعلها بعد وصلت إلى لبنان الذي كان بعضهم يدعي حصانته أمامها النظام في لبنان مركب وهش ولذلك من الطبيعي أن يرفع اللبنانيون أيضا شعار الشعب يريد إسقاط النظام تأثرا بالثورات العربية ولعل انحطاط نموذج المحاصصة الطائفية اللبناني تجسد مرة أخرى في خطابات رموزه حيث خرج الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على الشاشة لينذر المحتجين من محاولة إسقاط العهد بوصفه الضامن له والمتحكم فيه والمسير له وخرج آخرون على الشاشات المتلفزة كي يزيف الوقائع والحقائق بإعلان أن الحراك الشعبي ليس موجهم ضد فسادهم وغطرستهم وأنهم يعملون على إصلاحات تأخذ في اعتبارها مطالب المحتجين بينما كان رد الحراك الاحتجاجي الغاضب إحراق صور رموز الحكم ومقرات حزبية عديدة ويأتي الحراك الاحتجاجي اللبناني في وقت لم تهدأ فيه بعد احتجاجات العراقيين على نظام المحاصصة الطائفية في بلدهم والذي يتحكم في قواه السياسية السائدة نظام الملال الإيراني مثلما يتحكم بالقوى السياسية المسيطرة على نظام المحاصصة الطائفية اللبناني ولذلك يمكن القول إن ما يحدث في لبنان هو احتجاج ورفض من جماعات المهمشين اللبنانيين على سياسات أهل الحكم وممارساتهم وعلى الأزمات الاجتماعية العميقة وعلى التمييز والبطالة المقيمة وقد عبر اللبنانيون المنسيون والمهمشون عن حالتهم المزرعة وعن مطالبهم بالقول نريد العيش لم يجد بعض رموز نظام المحاصصة الطائفية من أمثال الرئيس ميشيل عون وعصهره جبران باسيل سوى اللجوء إلى التذكير بالتكلفة الدموية للاحتجاجات والركون إلى نظرية المؤامرة التي لجأ إليها نظام القتلة في دمشق وأدخل سوريا في دوامة القتل والدم كي يحتفظ مثل عتات الطغاة بالكرسي ودمر البلد وأغرقها بدماء السوريين المكسيك وبست ساعات فقط احترقت بمواجهات وجثث متفحمة وتفجيرات تقول الشرق الأوسط أيضا إن الشبكات عنيفة بين أفراد العصابة والشرطة بعد ساعات من إعلان السلطات القض على أوفيديو واعتقاله في منزل من خلال دورية روتينية في كوريا كان وزير الأمن المكسيكي ألفانسو دورازو قال إن دورية من الشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني تعرضت لنيران كثيفة من داخل المنزل الذي تم اعتقال جوزمان فيه مما أجبرهم على التراجع من أجل سلامتهم أوفيديو جوزمان الذي يقال أنه في العشرينيات من عمره لعب دورا رئيسيا في إدارة عصابة المتخدرات الأشهر في العالم كارتل سينالو عقب اعتقال والده إيلتشابو الذي يعد أكبر مورد للمخدرات إلى الولايات المتحدة الذي هرب من سجن مكسيكي عبر نفق في عام 2015 بعد القض عليه ليتم اعتقاله لاحقا وتسليمه إلى الولايات المتحدة عام 2017 حاول الرئيس المكسيكي أندريس مونيل لوبيز أوبرادو تبرير قرار التخلي عن توقيف نجل إمبراطورة المخدرات إيلتشابو في عملية باءت بالفشل وأدت إلى انفجار العنف في شمال غربي البلاد ودون أن يؤكد بشكل واضح أن أوفيديو جوزمان لوبيز ما زال حرا اعترف لوبيز أوبرادو وأعضاء حكومته بفشل العملية التي حولت مدينة كوليكان الواقعة في ولاية سيلانو وأتضم 750 ألف نسمة إلى ساحة حرب وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمر صحفي أدعم القرارات التي اتخذت لم تجري الأمور على ما يرام وأتعرض كثير من المدنيين لمخاطر كبيرة لكن أسر مجرم ليس أهم من حياة الناس وكان أوبرادو قد تعهد في حملته الانتخابية التي أوصلته للحكم بالقضاء على عصابات المخدرات في المكسيك وكلف قوة أمنية جديدة من الحرس الوطني بمحاربة هذه العصابات تتقدم البشرية نحو أبحاث من خلالها يمكن إيجاد حياة خارج كوكبنا الذي ألفنا البقاء فيه منذ بدء البشرية في حال نجح العلماء في إيجاد حياة في كوكب آخر كيف سيكون شكل منزل في المريخ يا ترى وما نوع الملابس التي سنرتديها عندما نكون على هذا الكوكب الأحمر موقع CNN يتساءل من المنازل إلى الملابس إليك ما قد تبدو عليه الحياة في كوكب المريخ في المستقبل لقد بدأ السباق للقيام برحلة مأهولة ناجحة إلى المريخ إذ تتقدم وكالة ناسا مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة لتكون أول من يهبط على هذا الكوكب بما في ذلك شركة سي بيس إكس وشركة بويل أورجين وتخطط ناسا إطلاق أول مهمة مأهولة في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين وهو إطار زمني تتشارك فيه مؤسسات خاصة أخرى تتخيل شركة هاسيل لتصميم في لندن لما قد تبدو عليه الوحدات السكنية في المريخ في المستقبل رغم ذلك فإن هذا الهدف قد يكون مجرد طموح بدلا من أمر واقعي فإن الكثير من التقنيات المطلوبة لتحقيق ذلك بما في ذلك المركبة الفضائية غير موجودة حتى الآن وفي لندن عرضت إحدى الشركات تصاميم لما قد تبدو عليه الوحدات السكنية في المريخ في المستقبل ماذا لو صعد المصريون إلى الفضاء وسكنوا على سطح القمر كيف ستختلف حياتهم اليومية وهل ستؤثر أو ستؤثر حياة الفضاء الخارج عليهم أم ستتغلب طباع المصريين على أجواء الفضاء وسيتركون بصماتهم الخاصة على سطح القمر هكذا تخيل مصمم جرافيك مصري حياة المصريين على سطح القمر مجموعة من الصور التي تخيلها الفنان المصري محمود سرور ونشرتها CNN الأمريكية تحت عنوان عايز أعيش بكوكب تاني ترجمة نانسي قنقر إذن وهذه مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية تصف الأحداث وتسجد القصص وتنافس الخبر والصورة نتابع ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء